بعد فرار عدد كبير من النزلاء من سجن كوبر خلال الاشتباكات الجارية في السودان برأيكم ما أهمية هذا السجن تحديدا دعونا نتعرف عن سجن كوبر الذي يضم عددا من السجناء من قادة النظام السابق وعلى رأسهم عمر البشير الرئيس المعزول ونائبه علي عثمان محمد طه يعد من أقدم السجون في السودان حيث يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1903 وأطلق عليه اسم كوبر نسبة للجنرال الإنجليزي كوبر الذي تولى مهام إدارة السجن تبلغ مساحة السجن 5000 متر مربع وتم تصميمه على شكل هندسي يحاكي سجون بريطانيا يقع في مدينة بحر في حي كوبر بالقرب من النيل الأزرق يضم 14 قسما من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام أعدام وثاني لأصحاب السوابق وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة ورابع للمعتقلين السياسيين ويضم السجن الرئيس المعزول السابق عمر البشير وعددا من قيادات نظامه تعرض قبل أيام لقصف مدفعي ما أدى إلى مقتل خمسة سجنة شاركونا أراءكم وتعليقاتكم فرأيكم يهمنا